السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا صغاري كيف حالكم اليوم؟ أتمنى أن تكونوا دوما بأفضل حال أنا المعلمة رناد عبد الرحمن الطعمي وزميلة يسرى سننطلق سويا في رحلة ممتعة لنبحر في مادة لغتي ونتعلم القراءة بشكل صحيح أيضا الكتابة بخط جميل أيضا التحدث بطلاقة والاستماع والإنصات هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثالث المادة لغتي موضوع الدرس إثراءات رقم خمسة دائما أبدا يا صغاري خير بداية نبدأها في أي عمل نقوم به هي اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هنا يا صغاري غلاف المادة يترى غلاف مادة ماذا؟ أحسنتم غلاف مادة لغتي للصف الثالث الابتدائي أي الفصل الدراسي الثالث وهنا يا صغاري غلاف الوحدة يترى ما رقم وحدتنا؟ أحسنتم رقمها سبعة إذن الوحدة السابعة وعنوان الوحدة من علماء المسلمين أحسنتم يا رائعين إذن الوحدة السابعة بعنوان من علماء المسلمين قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أيضا صغاري الرائعين والمبدعين بإمكانكم زيارة بوابة إسهامات العلماء المسلمين من خلال كاميرا الهاتف المحمول أو الأيباد مباشرة على البركوت تنقلني إلى بوابة إسهامات العلماء المسلمين سنتعلم اليوم بإذن الله قراءة الجمل قراءة صحيحة خالية من الأخطاء أيضا التعرف على الظواهر الصوتية وأيضا كتابة الجمل مضبوطة بالشكل مع مراعاة قواعد الإملاء ماذا سنفعل يا معلمتي؟ أولا صغاري الرائعين والمبدعين أريد منكم جسد صحيحة هي بنا أحضر كتابي وقلمي أستمع إلى معلمتي بعد ذلك نكتب الجمل مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ ثانيا ملاحظة الجمل وكتابتها بالدفتر إملاء منظر صغاري الرائعين والمبدعين هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا بنا ننطلق الآن أكتب حسب المطلوب أولا أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ إذن يوجد لدينا إملاء منسوخ الآن صغاري معلمتي تقرأ نستمع إلى قراءة المعلمة هيا بنا عرف الرازي بذكائه وفطنته لذلك عهد إليه الخليفة العباسي في اختيار الموقع المناسب لبناء مستشفى لأهل بغداد فابتكر لذلك طريقة ما تزال محل إعجاب الأطباء إذ أمر بعض الغلمان بأن يأخذ كل واحد منهم قطعة من اللحم ويعلقها في ناحية من نواحي بغداد مرة أخرى عرف الرازي بذكائه وفطنته لذلك عهد إليه الخليفة العباسي في اختيار الموقع المناسب لبناء مستشفى لأهل بغداد فابتكر لذلك طريقة ما تزال محطة أعجاب الأطباء إذ أمر بعض الغلمان بأن يأخذ كل واحد منهم قطعة من اللحم ويعلقها في ناحية من نواحي بغداد إذن صغاري رائعين والمبدعين الآن بعد أن استمعنا إلى قراءة المعلمة أريد منكم البحث عن أكبر عدد من الكلمات المختومة بتائم مربوطة هيا صغاري نمسك الأقلام ونبحث أريد كلمات مختومة بتائم مربوطة إما أن تكون متصلة أو تكون منفصلة أحسنتم الخليفة أحسنتم يا رائعين إذن الخليفة ختمت بتائم مربوطة متصلة أيضا أحسنتم طريقة أحسنتم يا رائعين أحسنتم أيضا أيضا أحسنتم قطعة أحسنتم يا مبدعين أيضا أيضا ناحية أحسنتم يا رائعين أحسنتم إذن نلاحظ هنا أن جميع الكلمات ختمت بتائم مربوطة متصلة الآن صغاري أريد منكم الامساك بالقلم والبحث عن أكبر عدد من الكلمات التي تحتوي على حرف مشدد هيا نمسك الأقلام ونبحث أحسنتم الرازي هنا حرف مشدد وهنا أيضا حرف مشدد أيضا العباسي أحسنتم هنا حرف مشدد وهنا أيضا حرف مشدد أيضا محلة أحسنتم يا رائعين أحسنتم أيضا الأطباء أحسنتم يا رائعين أحسنتم يا مبدعين أيضا كله أحسنتم وأيضا اللحم أحسنتم يا مبدعين الآن صغاري الرائعين والمبدعين أريد منكم الانتقال إلى الكتاب المدرسي هيا صغاري نمسك الأقلام بطريقة صحيحة أبدأ الكتابة من أين؟ أحسنتم من بداية السطر ولا ننسى يا صغاري أن يوجد حروف تكتب على السطر وحروف ينزل منها جزء أسفل السطر الآن صغاري سننتقل أنا وأنتم لكتابة سويا لا ننسى أن نكتب الجمل مضبوطة بالشكل أيضا نضع علامات الترقيم في مكانها المناسب الآن صغاري سنبدأ بالكتابة سويا هيا بنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الشرق والغرب وأنزلوه مكانته العالية بين العلماء اشتركوا في القناة نتهينا الآن من الاملاء صغاري رائعين في الصفحة المقابلة اقوم برسم الجدول اذا وجدت كلمة خاطئة اقوم بكتابتها بطريقة صحيحة ثم اقوم بتكرارها هيا صغاري دقيقة واحدة يبدأ الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الجدول مطلوب مني في الجدول في الخانة الأولى كلمات بها مد بالألف خانة رقم اثنان كلمات بها مد باليا في خانة رقم ثلاثة كلمات بها مد بالواو وحتى نقول يا صغاري أن الكلمة تحتوي على حرف مد يجب أن تكون حروف المد خالية من الحركات رقم أربعة كلمات بها تضعيف والمقصود بالتضعيف أي حرف مشدد وأخيرا رقم خمسة كلمات مختومة بها الآن هيا صغاري أريد كلمات بها مد بالألف هيا بنا نبحث مثل أحسنتم ذاتا كان أحسنتم أيضا كتاب أحسنتم أيضا جابر أحسنتم أيضا حاملا أحسنتم يا مبدعين والنص مليء بالكلمات ولكن نكتفي بهذا القدر الآن أريد كلمات بها مد باليا هيا صغاري كلمات بها مد باليا مثل كبير أحسنتم أيضا تلاميذه أحسنتم أيضا جميل أحسنتم يا رائعين أحسنتم الآن انتهينا من مد باليا الآن أريد كلمات بها مد بالواو هيا مد بالواو هيا صغاري الرائعين أحسنتم يا رائعين ضيوفه أيضا بالنقوش أحسنتم أحسنتم يا مبدعين الآن أريد كلمات بها تضعيف كلمات بها تضعيف هيا صغاري هيا صغاري مثل هيا يا مبدعين أحسنتم حيان هنا حرف مضعف أيضا مغلفة أحسنتم يا رائعين أيضا النقوش أحسنتم أيضا ثم أحسنتم أحسنتم النص مليء ولكن نكتفي بهذا القدر أخيرا الآن أريد كلمات مختومة بها أحسنتم أستاذه أيضا بيته معه أحسنتم ضيوفه تلاميذه أحسنتم يا مبدعين أحسنتم النص مليء بالكلمات ولكن نكتفي بهذا القدر الآن كلمات بها مد بالألف مثل ذاته بينما كان فاجأ كلمات بها مد باليا كبير تلاميذه تأليفي جميل كلمات بها مد بالوع ضيوفه يحتفلون بالنقوش كلمات بها تضعيف حيان مغلفة ثم الإسلامية وأخيرا كلمات مختومة بها أستاذه بيته معه يده إذن صغاري الرائعين والمبدعين إلى هنا وصلنا إلى ختام رحلتنا الممتعة صغاري الرائعين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل شوق بإذن الله لألقاكم في حصص قادمة معلمتكم رناد عبد الرحمن الطعمي